آخر برامجة و اشتراكات للقناة المجد في المشاركة متى كانت؟ آخر مشاركة؟ كتغطية نعم كتغطية كاملة من المجد نفسها؟ لأن أتوقع آخر السنوات الأخيرة هذه قبل كورونا فقدناها أتوقع هي قبل كورونا نحن كنا نطلع من ميناء قبل عام كورونا و في سنة من السنوات لا أعرف ما حصلنا بالضبط و طلعنا هنا من الرياض جميل و الأعمل أغلب كنا نطلع من كانت متعبة والله تبي الحق هي على قدر ما فيها من المتعة تنسيك التعب على قدر ما فيها من المتعة أباكرا تشوف الصورة هذه أمامك على الشاشة الله هذا على أطول جاءت في بالي إشارة المجد في المشاعر نعم بالمناسبة كان عندنا شارتين أو ثلاثة شارات ثلاثة شارات للمجد في المشاعر لا والله شارتين تمام و كان فيه صراع كل سنة نقول وش نختار و وش ما نختار و الجمهور كان عنده برضه رؤية في الموضوع تمام لأنه نفس فكرة الشارة تثير فينا حنن الأشجان و الشوق للمشاعر أهل حنيت لهذاك والله تعرف يا شيخ حنن حتى تعرف متى كنا نستعد للموسم هذا نعم تقريبا من من منتصف شوال مو من منتصف ذو القعدة من منتصف شوال نبدأ نرتب و نتواصل مع الجهات و نروح للموقع و نشوف الموقع و نشوف حتى على قولهم الجهات الحكومية قاعدة تشتغل على قولهم في الطرق و في الممرات هناك يعني صيانة تجهيز المقرات الحجيج و نعم فكنا نشاركهم هذا الهم ممكن تمكن لنا أحد المواقف الصعبة مثلا أو المفرحة والله كثيرة بس أنا أقول لك مثلا واحد من المواقف واحد من المواقف مر سنة من السنوات ما قدرنا نسكن في المشاعر فاضطرنا نسكن في مكة و عشان تسكن في مكة لما توصل للمشاعر سكننا في العزيزية عشان توصل للمشاعر يحتاج لك وقت طويل يعني تخيل مثلا البرنامج يبدأ كنا نبدأ على خمسة ونصف يعني معناها تطلع من السكن قبلها بساعتين أو ثلاث ساعات و المشكلة ما هي هنا أن سهلة تطلع ساعتين ثلاث ساعات المشكلة كانت أنه بعض النقاط السيارة ما توصل فتضطر أنك تمشي مشي عشان تمشي مشي هذه قصة ثانية لأنه ليس كل الشباب يقدرون يمشون و أنت معك أجهزة و كاميرات عشان توصل لمقر البث حقك نعم فكان هذا الموسم موسم تعب والله تعب و سبحان الله يعني الزمل اللي كانوا معانا ما كنت أشعر في واحد منهم يتأفف أو لكن أنا الحين لما أتخيلها و أمشي في السيارة أمر منها أقول لي بنا كيف كنا نمشي هذه المسافة و كيف كنا كان في استرداد تماما كان في نوع من اللذة بالفعل شعور باللذة و أنت أصلا لما توصل للموقع التصوير و تعيش الجو تلك الأيام و جوك الضيوف و يعطوك مشاعرهم و الحجاج و رغبتهم في المشاركة و التقارير و الأجواء يا شيخ متعب والله تنسيك كل تعب كل تعب يعني و تتمنى أنه العام كله الحج على قولهم لكن هذا لا يمكن أن يكون هذه تعطون أكثر سنة اللي حسد ما تنساه يعني من الموقع و الله هذه تعب و الله هذه نعم العزيزية إلى أقول لك كنا نجي في بعض المناطق يعني مناطق لا يسمح إلا مثلا للسيارات اللي معاها تصاريح تدخل نعم و نحن مثلا ما كان عندنا سيارات مصرحة في هذه المناطق فنضطر نحن نقطعها ماشي يعني تعب تعب و الله تعب لكن لا أتوقع أن وقتها كان لقناة المجد هذا الكيان الجميل لها تقديرها و لها تسهيلات و لا طبعا شوف أنا من الأشياء التي لا أنساها أني لا كنت أعرف حجم المجد عند الناس إلا في الحج يعني القاصي و الداني يودوا يخدمك بعيونه يعني يقول لك و الله ترى أنتوا أثركم جهدكم نحن ما ننساه فهذا كان يعني من كل بلدان العالم طبعا ما تكلم بس على الحجم العالمي يعني الكل موجود فيه فكان هذا يعطينا نوع من الانطباع دعني أقول لك الراقي و الدفع الإيجابية و كنا نجد تسهيلات و الله ما أتوقع أنه كان أحد يجدها مثلنا كم كان عدد الطاقة وقتها؟ كم تتوقع أنه كنا نشارك يعني؟ ممكن يعني قل خمسين أو أربعين تقريبا كنا ثلاثين كنا ثلاثين 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 العدد كبير ما هو يعني هي؟ و الله كبير لأنه كان اللوكيشن حقنا مرة كبير في الموقع بس كيف أنك تسيطرون على العدد الكبير هذا ثلاثين شخص أو؟ و الله يشوف هذا السؤال الذي أنا الآن يعني ممكن أستعجب منه كثير فكرة أن هذا العدد الكبير كيف كنا نتنقل و برنامجنا واحد و وقفتنا واحد و عملنا واحد يعني كنا على قلب رجل واحد و الميزة كان برضو أنه سنويا نجدد على بعض يعني مو كلنا ستين أو سبعين في المئة ستين في المئة منهم ثابتين و ثلاثين كانوا أو أربعين يعني يتجددون يعني كل سنة كان يجينا مثلا اثنين ثلاثة من الشباب يعني مثلا سنة كان معنا سامي و مرة كان معنا سهيل و مرة كان معنا عبدالله الباز و مرة كان معنا علي العزازي و مرة كان معنا ماجد بطين و مرة كان معنا عبدالله حبيب سنهاد إن شاء الله فيه إن شاء الله نقول يا رب أنت معنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله لكن إذا وافق ياسر بضيع في الحجر إذا وافق ياسر إذا ما وافق ياسر ما أظن أنه لا لا ياسر يواجه ما سنرشحك مبدئية مبدئية أذهب معهم و تفتك منهم في طلّة أذهب معهم في الحج هناك أذهب حج لماذا؟ مشاعر معهم أمسك كاميرا أو إضاءة أو صوت أو أقدم أتعب أنت خيرك وصل للأفق أسوي طلّة هناك مع الحجاب لا طلّة في الحج لا أعتبر أروح أنفسهم قليلا الآن في شعبان لا تقبلنا تبقى في الحج أخواتك أني بضيع أنك لا تبهذل و عبد الله و الله ما هذا؟ هذا الشيء الذي لا يفهمه إلا أنا لا جميل بالعكس أنا كان مشروعا كأنه درجة فيه منغة